موسيقى أخبار الثاني على قناة يامن شباب نبدوها بالعنوين الحثيون يعرقلون سحب عناصرهم من الحديدة للمرة الثانية وفي صنع قتلى وجرح بصفوف الحثيين في هجوم مدفعي للجيش بينهم قوات الجيش تسيطر على سلاسل جبلية وقرى في كتاف بصعدة موسيقى أهلا بكم والبداية مع هذا الخبر العاجل الذي وردنا حيث أن ميليشيا الحوثية الإنقلابية أجلت انسحابها الجزئي من الحديدة إلى موعد غير محدد وقال مصدرا حكومي إن خلافات داخلية بين الحوثيين عرقلت تنفيذ إعادة الانتشار للمرة الثانية هذا وكان من المقرر أن تتم العملية أمس الأحد غير أنه تم تأجيلها لأسباب تتعلق بالحوثيين ويقضي الاتفاق بانسحاب الميليشيا الحوثية مسافة 5 كم من الميناء أو من الميناءين بالتزامن مع عملية نزع الأرغام من المناطق المسحب منها والتحقق من ذلك ذكر مصدرا حكومي أيضا أن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة سيتم بإشراف الأمم المتحدة وسيشارك فريق المراقبين في الحكومة الشرعية من التأكد من حقيقة مغادرة عناصر ومشرفية الحوثيين من المناطق الخاضعة لسيطرتهم هذا وقصفت ميليشيا الحوثية الانقلابية مواقع تمركز فيها الجيش الوطني شرق مدينة الحديدة وذلك قبل ساعة على موعد انسحابها الذي تم تأجيله ليوم غدين الاثنين وقال بيان لألوية العمالقة إن مواقعها في الشرق المدينة ومنطقة كيلو 16 تعرضت لقصف من قبل المتمردين الحوثيين بقذائف R-B-G أو B-10 وأصيب على إثره عدد من جنودها وذكر البيان أن مسلحي الحوثي قصفوا أيضا مواقع العمالقة بقذائف الهون والأسلحة المتوسطة في الدراهيمي جنوبية الحديدة وفي حيث الدراهيمي جنوبي أيضا الحديدة وفي الريف الجنوبي لها ولفتت ألوية العمالقة في بانها الانتباه إلا أن هذا التصعيد الحوثي قبل موعد انسحابها من موانئ الحديدة بساعات يعد مؤشرا واضحا بنيتها الالتفاف على الاتفاق الذي وقعت عليه مؤخرا كما قامت بالالتفاف على اتفاق السويد إلى الضالة حيث قتل وأصيب 11 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني في جبهة الحوشة غربية المحافظة وقال مصدر عسكري قال إن الجيش استهدف بقصف مدفعي في ساعة متأخرة من مساء الحد تعزيزات تابعة للميليشيا في أطراف منطقة الطاحون الواقعة جنوب غربية الحوشة وأصفر القصف وفقا للمصدر عن مصرع السبعة من عناصر الميليشيا وجرح أربعة آخرين وتدمير عربة قتالية ذات دفع رباعي هذا وقد خلف هجوم مدفعي للجيش الوطني عشرات القتل والجرح في صفوف الميليشيا الحوثية بجبهة نهم شرقية العاصمة صنعاء وقال مصدر ميداني إن الجيش شن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات وتعزيزات للميليشيا في منطقة قرن الدياب في منطقة حريب وذكر المصدر بأن قتل وجرح من الميليشيا سقطوا في القصف وتم تدمير عدد من الأليات التابعة لها وكانت قوات الجيش الوطني قد أحبطت السبت محاولة تسلل للميليشيا في منطقة حريب نهم عقب معارك تكبد فيها المتمردون قتل وجرح في صفوفهم أفادت مصادر الطبية بأن أربعين من الميليشيا الحوثية لقوا مصرعهم وأصيبت سبعين آخرين خلال معارك اليومين الماضيين في مناطق حجور بحجة شمالية اليمن ودارت معارك عنيفة بين الجانبين في منطقة العبيسة شرق كشر في وقت شن للحوثيون قصفا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على قرى القيم والحديتين في العبيسة وشنت ميليشيا الحوثية المتمركزة في قلعة بين الموسى قصفا آخر استهدف منازل السكان في قرية السودة في بني الشهر شمال غربية كشر وفي صعد حيث سيطرت قوات الجيش على مناطق جديدة بمحور كتاف بعد معارك شرسة ضد ميليشيا الحوثي وقال مصدر العسكر أن قوات الجيش الوطني بمحور كتاف حررت مساء السبت سلسلة جبال عنبان وجبال الحنكة وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز المدرية بعد عملية واسعة أوضح أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين في ملاذ البقية بالفرار تاركين مواقعهم وجثث قتلاهم مرمية في الوديان والجبال أشار أيضا إلى أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من مروحيات التحالف مستمرة في عملياتها العسكرية بصعدة حتى يتم تحريرها بالكامل من الميليشيا الحوثية إلى تعز حيث تجددت لشباكات العنيفة في جبهة البرح ورسيان بين ميليشيا الحوثي وقوات من ألوية العمالقة وقال بيان للألوية أن الاشتباكات دارت في مناطق وقرى غرب ودي رسيان ومثلث البرح والتباب المحيطة مضيفا أن القوات تمكنت من إخماد تحركات للميليشيا في المواقع المحاذية لها واندلعت الاشتباكات عقب قيام الحوثيين بتوجيه نيران أسلحتهم الرشاشة الخفيفة والمتوسطة على مواقع كتيبة النصر التابعة لألوية العمالقة مما استدعى ردا قاسيا على مصادر النيران الحوثية وشهدت جبهة البرح هدوءا حذر عقب دحر الميليشيا إلى عمق مدينة البرح قبل أن تستأنف ألوية العمالقة عمليات المطاربة أو المطاردة لعناصرها وفلولها في مناطق محيطة أو مناطق محيطة بمثلث البرح ووادي رسيان وأجبرتها على التراجع أفادت مصادر طبية بأن 12 جنديا حكوميا استشهدوا وأصيب نحو 77 آخرين وذلك بقصف مدفعي شنه الحوثيون على سوق البقع أمام منفذ الخضراء على الحدود مع السعودية في الصعدة وشنت ميليشيا الحوثي قصفا مكثفا بقذائف الهون من مواقعهم في جبال رشاحة على السوق الذي تجمع فيه الجنود من عدة ألوية لشراء القاتل ظهر الأحد وذكر المصر أن من بين الجرحى الضباط في الجيش ومدنيين اثنين وطبيبا ثالثا وتم إسعافهم إلى مستشفى الشرف المدرية ومستشفى الملك خالد داخل الأراضي السعودية هذا وقالت وكالة سبا إن العشرات من المدنيين استشهدوا وأصيبوا في قصفا شنته الميليشيا الانقلابية على سوق البقعة في صعدة وأجرى نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن اتصالا هاتفيا بإقاءة محور صعد العميد عبيد الأثل للوقوف على نتائج الهجوم وبحسب سبا فإن القصف خلف ضحايا من مرتدي السوق وبائعي نبتة القاتل وقال الفريق محسن إن الحادثة تعزز من الصورة الإرهابية والدموية لميليشيا الحوثي التي لا تتورع عن قتل وسفك دماء اليمنيين بشكل يومي وبارتكاب لمختلف الانتهاكات بحقهم وأكد نائب الرئيس أن عزيمة اليمنيين قادرة على رضع هذا السلوك الإجرامي سشهد وأصيب مدنيان الشقيقان جراء انفجار لغم زراعته الميليشيا الحوثية في مدرية ولد ربيع بالبيضاء قالت مصادر محلية إن مدنيا يدعى أحمد عبدالله الشاهري السشهد وأصيب شقيقه حسين بجروح مختلفة في انفجار لغم زراعته الميليشيا الحوثية في طريق بمنطقة عبل الشواهرة في قيفة بولد ربيع وأكدت ألغام أو أودت ألغام الحوثيين بحياة عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء في المناطق التي تم دحرهم منها في البيضاء شيع اليوم في مأرب كوكبة من شهداء الجيش الوطني بينهم الشهيد العميد أحمد أبوهادي ركن عمليات اللواء والقوات خاصة عمليات محور حرض والذي سشد في جباة حرض بعد حياة حافلة بالكفاح والنضاء ضد ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية أرتق العميد أحمد أبوهادي شهيداً ليلتحق برفيق دربه الشهيد عبد الرب الشدادي الذي سطر معه أروع الملاحب البطولية ابتداء من المطايح نخلا ومعركة دحر الميليشيات من أطراف مدينة مارب مروراً بالجفينة والسرواح والمخدرة نسأل الله أن يتقبل الشهداء ويأفر لهم ومن أجل الوطن حتى نستعيد بلادنا ووطننا من المغتصبين والانقلابين الرافضة رفضت إيران سنقدم الشهدات والشهداء نحن وأولادنا وأحفادنا اليمن عصية اليمن لا يمكننا نتنازل عن تاريخها ولا نتنازل عن أرضنا ولا نتنازل عن أرضنا سنقدم الشهداء ثلو الشهداء من الأب إلى الولد إلى الحفيد حتى يعاد اليمن لأهل الحقيقين والعقيد أحمد أبو هادي هو ثالث أخوته والثالث عشر في أقاربه بنعمه ونحن سعدع ما قدمناه وسنقدم منذ الوهلة الأولى أختار الشهيد أبو هادي الانحياز للوطن والوقوف في مواجهة مشروع التمرد والإنقلاء فعرفته جبال وسهول اليمن رجلا مناظلا لا يرضى بالخنوع أو الذل ابتداء من الحروب السيد مرورا بعمران وحجور وصنعاء ثم التحق برقب المقاومة في مأرد منذ بداية تأسيسها وشارك في معارك ميدي اللي يلقى ربه شهيدا في جبهة حرب من أجل أن يحيى أبناء الوطن بحرية وكرامة طبعا نحن اليوم لا نقول نودع الشهداء بل نقولهم أحياء أحياء معنا بالهدف الذي استشهدوا من أجله وهو من أجل الدين والوطن والأرض واليمن الشهداء اليوم هما استشهدوا من أجل تحرير أبناء اليمن كامل يدافعوا عن أرض اليمن كامل وليست منطقة معينة وليس من أجل حزب أو مذهب أو من أجل طائفة أو سلالة هما استشهدوا لأن هدفهم هو تحرير الوطن استرداد اليمن إعادة مؤسسات الدولة رحل العميد أبو هادي بعد أن أذاق الحثيين الويلات في كل جبهات القتال كيف لا وهو من قبيلة حجور البطولة والفداء التي ظلت عصية على المشروع الإمامي وها هي اليوم تسجل وتضرب أروع الأمثلة لشموخ أبناء حمير وقحطان الضاربة جذورهم في أعماق التاريخ رشاد النواري يمن شباب مأرب حذر مسؤولنا في عدن من أزمة حقيقية يواجهها قطاع التربية والتعليم بالمحافظة بشكل خاص بعد حرب العام 2015 التي شنها الحثيون على مدن المحافظة وأشار الرئيس الشعبة التعليم العام في عدن نبيل عبد المجيد أشار إلى انتشار ظواهر سلبية تهدد العملية التعليمية مثل انتشار السلاح والعصابات المسلحة وتعرض مدراء المدارس والمعالمين للإرهاب والتهديد من قبل الطلاب وبعض أولياء الأمور بهدف السماح لهم بالغش في الامتحانات أو القبول بغيابهم طيلة العام ومن ثم رفعهم للمستوى التالي وتحدث مدير عامي مدرية البريق هاني اليزيد خلال ندوة حول التعليم نظمتها الحركة المدنية الديمقراطية التي يرأسها في عدن عن تجريف التعليم في مدارس المحافظة بسبب ما يعرف بظاهرة المعلم البديل والتي يعمد فيها المدرسون بوضع بدلاء عنهم وانشغالهم بأعمال أخرى نبقى في عدن حيث خلف حريق شبه في حيا سكني هناك خلف خسائر مادية كبيرة دون وقوع أي ضحايا وتفقد محافظة عدن أحمد سالم ربيع بمعية مسؤولين في المحافظة الموقع الذي شبه فيه الحريق بأحد المباني الكبيرة بحي القطيع والقريبة من البنك المركزي اليمني وشاد سالمين بجهود فريق الإطفاء والأهالي في إخماد الحريق خلال ساعتين هذا وناقش محافظ عدن مع مسؤولين محليين وآخرين في البنك المركزي فتح الطريق الواقع أمام مقر البنك وذلك بعد أن أعاق إغلاقه ووصول عربات الإطفاء إلى موقع الحريق هذا ووزعت المؤسسة الطبية الميدانية قسائم غذائية للعائلات الفقيرة في مديرية دار السام سعد بعدا وبدعم من برنامج الأمن الغذائي أوضحت مديرة البرنامج والمشاريع في المؤسسة الطبية الميدانية تمنى عبيد أن القسائم الغذائية ستوزع لمدة ستة أشهر للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال مشروع الأمن الغذائي أشارت إلى أن تحديد العائلات المحتاجة يتم من خلال لجان مجتمعي عقب لقائها الأسر المستهدفة وفي تعز حيث افتتح مكتب الثقافة معرضا للفنون التشكيلية بمشاركة عربية وأوروبية وتحت شعار العالم يرسم في تعز السلام والثقة ويهدف المعرض بحسب القائمين عليه إلى إبراز الوجه الحضاري لمدينة السلام تعز ورفضها للحرب والحصار مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير في مدينة لا يليق بها إلا الإبداع افتتح مكتب الثقافة بتاعز معرض الفنون التشكيلية الأكبر على مستوى المحافظة شارك فيه عدد من النجوم واللوحات الفنية من تسع دول عربية وأوروبية امتزجت ألوانها في المدينة المحاصرة كثير من الفنانين الفنون التشكيلية من تعز الصامدة والصابرة من عدن من لاحق من إبا ومن صنعاء تقاوزنا الحدود هذا العام لتأتينا مشاركات وفنانين ولوحات من فلسطين من سوريا من لبنان حتى من فرنسا وبريطانيا مصر تركيا المملكة العربية السعودية الجميع يشاطرون ويشاركون تعز معاناتهم يعبرون عن قصة تعز الجميلة وفي المعرض الذي يستمر لأربعة أيام شارك أبناء تعز بصور تلخص المعانات الناتجة عن حرب الميليشيات الانقلابية وحصارها في رسوم شدت انتباه زوار ريشة نقشت المعانات في لوحة رغم جمالها إلا أنها مجعة لأرواح تعشق السلام حبيت اليوم أشارك في معرض الفني الذي يقيم في تعز حبيت أشارك بثلاث لوحات معبرة لك شخصيا ومعبرة لأبناء المحافظة يعني نقم الحصار رغم الحرب لأننا نرسم المعرض الذي شكل لوحة فنية جميلة في قاعة منتزه التعاون من خلال مشاركة العديد من الفنانين برسومهم اندمجت فيه الألوان لترسم الصورة الحقيقية لتعز وهي تعاني الأمرين الحرب والحصار علها توصل رسالة المدينة المضرومة لتلك الدول أحببت المشاركة في هذا المعرض الجماعي الذي يضم فنانين متميزين من بعض الدول العربية والأقنبية وأيضا فنانين تعز الموهوبين الشباب والفنانين الكبار المعرض جميل جدا وحضره كثير من الفنانين وعاد إلينا روح الفن والتي قد كانت أندفنت بسبب الأوضاع التي عشناها والحصار التي عشناها بين الطراب أوتار عشقة الفن وجماهير تتغنى بألحان أيوب في مدينة تقبع تحت الحصار الجائر لأكثر من أربعة أعوام يستعرض فنانون من مختلف دول العالم إبداعاتهم بحرية في معرض الفنون التشكيلية الذي يعزز انتماء تعز للثقافة والسلام تبدو تعز اليوم في معرض الفنون التشكيلية كلوحة شديدة البياض احتشدت إليها الألوان من مختلف دول العالم لتنقل صورة تحمل في ألوانها رسالة محبة وسلام برسوم إبداعية نالت إعجاب الزوار وتركت أثرا لعاصمة الثقافة عبد العزيزيز محاني من شباب تعز نهاية النشرة تذكير بالعنويل الحثيون يعرقلون سحب عناصرهم من الحديدة للمرة الثانية قتلى وجرح بصفوف الحثيين في هجوم متفعي للجيش الوطني بنهم في صنع قوات الجيش تسيطر على سلاسل جبلية وقرى في كتاف بصعدة تقطيطنا الأخبارية ما زالت مستمرة التفاصيل أو فتجدونها في المنتصف في أمل الله اشتركوا في القناة